احبائي احبائي بشريتنا متقلمة بشريتنا صار صعبة العيش فيها مليانة من الفساد من السرقة من النهب والاجرام من الانانية الغاية وحدة غياب الحب هذه وصية يسوع لإلنا الوحيدة الرب عندما اجعى ارضنا ما عطانا شرائع جديدة الشريعة كانت موجودة قبل يسوع ومجيئه انما طعم الشريعة بنكهة المحبة وهيدي الزواد الوحيدة اللي ترك لنا اياها احب بعضكم بعضا كما انا احببتكم وصر الإيمان المسيحي احبائي ما بيقوم على الفلسفات وعلى الادعائات والصلوات والتفنن بالعبادات قد تكون هايدي كلها اشكال خرجية اذا فرغت من الحب مشان هاك يحنى بيوص برسالته بيقول ان كنت تقدم الزبيحة وترفع الصلاة وقلبك خالي من المحبة اترك زبيحتك اترك صلاتك اذهب صالح من خاصمك ومن خصمته ثم عدت فاقرب قربانك ليكن مقبول الحب هي دعوة البشرية دعوة الله لقلنا هي دعوتنا بها الحياة نحب بعضنا ونحب الله وبيقول يسوع لمحبة بتخلي الله منظور لمحبة بتلاقينا بالله مش الصلاة مشان هيك الصلاة اذا فضيت من المحبة ممكن توهم حيلك انك انت عم تخاطب الرب لكن الله لا يسمع الله فقط يسمع للقلوب التي تحب من هون اجت كلمته بالانجيل يسوع من يحبني يحفظ كلمتي يحبه ابي اليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا فاذا هذا المشوار يلي بدأ تروح البشرية صوب الخالق ان تحب حتى تلتقي بالله ويصير قلبي مسكن لالله وكل شيء عاد عنها الحقيقة هو باطل زائل فقط الحب هو اللي بيبقى وبالنهاية عندما منموت قال له ما رح يسألنا عن اعمالنا رح يسأل اداة كان فيه باعمالنا محبه واداة كانت اعمالنا عم تنبت محبه مشان هاك حتى كل العمل بنعمله قد ما يكون عظيم اذا فاض من الحب بيقول عنه مربولوس بيكون مثل الطبل يلي بتضربه بطن بيضج بيعطي ضجة بس اذا بتفخته بتلاقيه فاضي ممكن نضج باعمالنا بمشاطيتنا لكن اذا كانت فاضي من المحبه تبقى اعمال باطلي قلبه فارغ بد يقرأ وبختم فيها كيف ربنا خلقنا وخلق كل شي حلو لان طعمه بمحبته يعني اذا منطلع على هالطبيعة هي بتخبر عن خلقه بتخبر الخلق بيحبني لان عطاني طبيعة تخدمني مش تأزيني والخالق حلو لان الطبيعة تبلوح له بدون ما ارتعرف على الله بالايمان بس اعمل جول هيك بعيني وشوف جميل هالدني طبعا الدني مطرح ممدة ايد الانسان عليها بعد لان الانسان مطرح ممدة ايده شوه ونزع بيخبر الله بالخلق نهار الاول خلق الارض والسماء نهار التاني خلق الجلد وفصل بين السماء والارض والماء نهار التالي جمع الرب الماء وسمى المكان بحر وازهر اليابسي اوجد الارض نهار الرابع خلق الرب نجوم في السماء وخلق يصير في نهاره ليل نهار الخامس خلق الزحفات والطيور وجعل السمك في المياه نهار السادس اللي تخرج لتخرج الارض بهائم ووحوش من كل جنس واخيرا بهالنهار خلق الله الانسان على صورته ومثاله وصلته على جميع مخلوقاته وبركه ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حسن جيد في النهار السابع استراح الله من كل عمله وبارك سبحانه هذا اليوم وقدسه ولما أنهى الله عمل الخلق وكان عملا جيدا حسن يقول الكتاب وقف الإنسان وقال ليكن في المكر فكان المكر في الإنسان وسمى الإنسان المكر ذكاء ولباقة وسميت البراءة بلاها فكان مساء وكان صباح يوم سابع وقال الإنسان ليكن انقسام بين الأرض والسماء انتو بتعرفوا في صلة بصلوا بالغرب لتكن مشيئة على الأرض وتبقى مشيئة الله بالسماء البدنية بأننا نعمل على الأرض ولتكن حدود وحواجز بين الشعوب وبين البشر بعضهم بعض فكان ذلك وكان مساء وكان صباح يوم سادس وقال الإنسان لتحصر الطقات والسروات في مكان واحد وفي أيدي معدودة وليدفع العوز والجوع بقية الناس إلى العمل فيشكلون حلقات معدنية يدورون وينجزون في هذا المصنع الكبير مجتمع الاستهلاك فكان ذلك وسمى الإنسان تكدس السروات حضارة وسمى مجموعة الكادحين عالما متخلفا وكان مساء وكان صباح يوم خامس وقال الإنسان لتكن الشرائع في خدمة الذين يحكمون ومنفعة الذين يملكون وليتصلت هؤلاء على كل أسماك البحور وعلى كل طيور السماء وعلى كل حيوان يتحرك على الأرض وعلى كل إنسان يملك قبصا من الذكاء فكان ذلك وكان مساء وكان صباح يوم رابع ثم قال الإنسان لتنجب القدر أسلحة والثروة آلات لتسيطر على الشعوب والتسير والتسبر أغوار البحار والتجوب كل المدن وإلى جميع مصنوعاته قال الإنسان إنمي واكثري ولوث الأرض والسماء بإشعاعك ونفياتك السامة فكان كذلك فضجت الأرض بمختلف أنواع الألات ألات السرعة وألات الحرب وألات العمل وملأ الإنسان السماء تلوسا وأفرغ البحار والأنهار من السمك وعزل الإنسان في علب من إسمنت وكان مساء وكان صباح يوم ثالث ونظر الإنسان إلى ما صنعه هأن السلطة والقدرة والأموال تهيمن على كل شيء فخر الإنسان أمام هذه الأصنام التي صنعها والتي أصبح لها عبدا وكان مساء وكان صباح يوم ثاني وهكذا اكتملت السماوات والأرض وجميع جيوشها وأراد الإنسان المتعب أن يستريح لكن انفجارا دو في الأغوار وتصاعدت غمامة سوداء وبيضاء ونقلت الرياح الدوي الهائل وإذا الأرض تصبح خاوية خالية ويتلاشى المدى في العدم وكان مساء ولم يعد سمة صباح هذه حلتنا أحبائي لأنه تزكينا على الله ولغينا الحب من قلبنا حولنا الأرض الحلوة لعطانا إياها الرب إلى جهنم بطلنا نقدر نعيش عليها قد من تلت من الشر ما نصلي بهالإديس حتى لي الرب يرجع يحرر الأرض من شرنا ويعطي قلبنا أنه يتوب ويندم وترجع له لمحبي إلى المجد للأبد أمين أحبي المستمعين على وسائل التواصل بذكركم من تاريخ بكرة تبدأ تسعية مع أصدقاء مريم ملكة السلام من أجل السلام ببلدنا وبالشرق مع مريم نحن سلمنا الأمانة بلدنا وشعبنا لإله ومنكفي صلاتنا حتى لتحمينا وتكفي وجودنا بهالشرق بحرية مشان هيكي بدعيكم كل يوم صلاة المسبحة هي على 24 ساعة كل شخص من موقعه يلتزن فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر